وباء كما اطل الله به أقواما في العهود السحيقة وصل إلى إسرائيل وقطاع غزة آتم من مصر هذه الحشرات قد تدمر المحاصيل الزراعية المزارعون قرب الحدود مع مصر قالوا إن أكثر من ثلث محاصيلهم دمرها الجراد الجراد هنا عندي بصورة غير ما تصور صورة كبيرة يعني في الماءات والعلاف من الجراد موجودة في نص الخدار في نص البندونس وفي نص السبانة وصول هؤلاء الزوار غير المرحب بهم يصادف قبل ثلاثة أسابيع من عيد الفصح اليهودي حيث تتحدث التورا عن عشرة أنواع من الأحداث المهلكة أحدها غزو الجراد ولكن اليوم التكنولوجيا تساعد في محاربتهم المبيدات ترش من الأرض ومن الجو وقبل يقلع هذا الرجل بطائرته يقول إنه متأكد من نجاحه في القضاء على الجراد ولكن آخرون يلجأون إلى طرق مختلفة للقضاء على هذه الحشرات أتينا خصيصا من تل أبيب ووصلنا الخامس صبابا لجمعه لأن الجراد لا يطير في الليل ونحن نجمعه لنأكله فهو طعام مبارك في التورا لذا نجمعه ونضعه داخل الفرن ونتناوله مثل الرقائق المحمصة سواء مقتولاً أم مأكولاً فلا يبدو أن لأسراب الجراد هذه مستقبل وليعرف حجم الأضرار التي ستخلفها إلا بعد إبادتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر